قال رئيس مدلس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر اتخذت العديد من الخطوات على صعيد خفض الانبعثات من بينها وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى عام 2050 كما لفت مدبولي إلى تنفيذ مصر العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروعات طاقة الرياح ومشروعات الطاقة الشمسية والتي من أبرزها مشروع بنبان في أسوان والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة فقد تم انتخاذ العديد من الخطوات مستوضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى عام 2050 لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار منصق ومتناغم بالإضافة إلى تبني استراتيجية للطاقة المستدامة لمصر 2035 والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروعات طاقة الرياح ومشروعات الطاقة الشمسية والتي أبرزها مشروع بنبان بأسوان والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرةً أو من خلال الهايدروجين الأخضر والأمونية وغيرها ومشروعات النقل المستدام كمتر الأنفاق والمونوريل وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة